رضيلة الشيخ توحيد الله وله أجر عظيم وتحقيق التوحيد كيف يتحقق تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب تحقيق التوحيد تصفيته من أنواع الشرك ومن المعاصي ومن المخالفات هذا أعلى الدرجات ما كل موحد يكون محققا للتوحيد فهو أعلى الدرجات بأن يتجنب الشرك الأكبر والأصهر ويتجنب المعاصي كلها ويرجو رحمة الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله هذا هو تحقيق التوحيد ومن فعله أو من تصف به دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم